لكن ما نعرفه هو أنه تعرض لضرب وتعذيب شديد نوردين خيموت تعرض لضرب ولسب ولشتم من طرف من أمر بأن يقوم بضربه يسجنون الأحرار يهينونهم يحاولوا يذلوهم يأذوهم يضربوهم يعذبوهم هل ثلاثة منهم هم من أبناء العاصمة أحرار العاصمة قصبة بشكل أساسي ويطالبون بحرية شعب جزائري لعلى البعض منكم يعرف محمد تجديد وهو شاعر شعبي شاب من الشعراء الشعبيين وشاعر من شعراء الحرك الأحرار ولذلك السؤال هنا لإخواننا في باب الواد والقصبة يجب أن تتحركوا يجب أن تنتفظوا يجب أن تتظاهروا لأن هؤلاء الأحرار دخلوا من أجل حريتكم وهم أخذوهم بشي وقفوكم وللأسف العصابة نجحت إلى حد ما في تعطيل الحراك في باب الواد وفي القصبة هل ما فيش أحرار غير محمد تجديد ونردين خيمود في القصبة وفي باب الواد لا أنا متأكد وأنا عارف المنطقة جيدة أنا عشت فيها سنوات مليئة بأحرار البلاد فلا يعقل أنهم هؤلاء يسجنون ويؤذون ويضربون ويعذبون وآخرين أخوانهم وكانهم لا يسمعون لا يعقل ذلك وهو كان لازم يدخلوا فيه ضراب باش فقط يقبلوا أن يسمحهم قاضي من قضاة التليفون ومن بعد يصدروا عليهم الأحكام بالإضافة إلى ذلك أخواني لا تفرطون في خوتكم ما تخلوهم شي يمدموا أو تخلوهم يجوهم شياطين الإنس يقولون لهم آه شفتون توما انت طفرت فيك وانت دفعت الثمان وانت أوسرتك اللي رأيت عاني وانت أهلك اللي رمي عانه وانت اللي خسرت خدمتك تخلوهم شي هكذا لأن هذا هو المقصود في حين يطلق صراح خاوز حداد خمسة قاموا بيطلقهم بالبراءة بالبراءة ورجعوا لهم الأملاك اللي هي أملاك الشعب الجزائري قامت العصابة بتنفيذ أوامر الإسبان والأمريكان والفرنسيين دخلوا فيه ثلاثة على حداد كل واحد دخل من جيته الأمريكان دخلوا بالدراهم عشرة ملايين دولار اللي تسمعتوا بها قبل شهرين أو كانت فحها دفعتها مرأة تابعة لحداد من أموال الشعب دفعت عشرة مليون دولار أي 1800 مليار عفوا 180 مليار سنتيم 180 مليار سنتيم دفعتها لشركة أمريكية تعلو بيينغ تعلو بيينغ تعلو بيينغ تعلو بيينغ المختصين في شؤون الحكم الفرنسي يتحدث ويقول أنه ربما هناك شبهات لأن ماكرون يومها في 2017 رح للجزائر قبل حتى أن يصبح رئيس وتصور مع حداد والتقى معاه ويقول أن هناك شبهات ربما يكون هؤلاء مولوا بشكل أو بآخر حملة ماكرون طبعا من أموال الشعب جزائر سننظر إذا كان هذا صحيح أم لا لكن إطلاق الصراحة خمسة حداد خوط حداد كله يدخل في هذا الإطار ونعرف أيضا أن الإسبان دخله لأن حداد شريك مع عدة شركات إسبانية وكان الخوف وكان بالفعل صدر حكم على فيريتال أو فيريسيال اللي حسبوك يسموها وهي شركة إسبانية كان شريك فيها حداد وكانت غرامة ضدها وكان مشاكل ضدها لكن الإسبان ضغطوا على العصابة فرفعت الغرامة وأعيدت الأملاك لهذه الشركة وههم خوط حداد خرجوا خرجوا بالبراعون بلس إذن في حين يطلق صراح اللصوص وكبر اللصوص لا تنسوا أن ابن حمادي تم إطلاق صراحه لا تنسوا أن رب راب تم إطلاق صراحه لا تنسوا أن يوسف يوسفي تم إطلاق صراحه أن أعمار بن يونس تم إطلاق صراحه وقائمة طويلة من كبار المفسدين وكبار اللصوص في هذا الوقت يسجل أحرار البلاد مش قلنا النصر أما مصر إما النصر وإما مصر مهم جدا إخواني إيجاد سبل وإيجاد طرق والعودة إلى المسيرات طبعا بأخذ الاحتياطات الصحية لأنهم هم ارتكبوا كوارث وهم الآن يتهموا في شعب جزائري طبعا نعود نرجع لهذه النقطة لكن مهم جدا أن يعود الناس يراجعوا جيدا هذه الجماعة هذه رأي داية البلاد الكارثة ومش فقط داية الكارثة وتريد أن تدفع الأحرار وكل من رفع صوته مطالبا بالعدل مطالبا بالحرية مطالبا بالدولة المدنية مطالبا بدولة القانون مطالبا بمدنية مش عسكرية قائلا تبون مزور جابوها العسكر كل هؤلاء سيحاولون أن ندفعهم الثمن بدأوا ببعض الرؤوس بعض الأسماء ببعض ولكن الجميع على القائمة هذا ما يعرفوا؟ الصغير الأحرار البلاد تنهب يتم تجسس عليها يتم اختراق أجواءها يتم اختراق مجالها البحري يتم أشياء كثيرة ما هو شيء بالأخبار بالعكس مرة تكونوا متواطئين مع هذه القوى الخارجية لكن الأحرار رأسهم وتباحهم حي الله الأحرار حي الله أخونا تجديد وأخونا خيمود نوردين خيمود وأخونا عبد الرحمن وكل أحرار البلاد ترجمة نانسي قنقر